الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى بعد أن بين في التي قبلها حقيقة التوحيد ومكانته العظيمة وأنه المقصود من خلق أن لا الثقلين ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وساق أيضا الدلائل العديدة أنه أفضل الأعمال بل أساسها الذي لا تقوم الأعمال إلا عليه عقد هذه الترجمة لبيان فضل التوحيد وقول فضل التوحيد مفرد مضاف يفيد العموم لأن التوحيد فضائله كثيرة ومنافعه عديدة وبركاته متنوعة ومتعددة قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وما يكفر يحتمل أن تكون ما مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة إما أن تكون مصدرية أو تكون موصولة وكونها مصدرية أو لا فيكون المعنى فضل التوحيد وتكفيره الذنوب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب فالتوحيد أعظم ما أعظم ما يكون به تكفير الذنوب وسيأتي معنا من الأدلة التي ساق المصنف ما يشهد لذلك الحاصل أن هذه الترجمة عقدها لبياني أن التوحيد أفضل الأعمال على الأطلاق وأن التوحيد أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب أن التوحيد أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب فالترجمة تجمع شيئين الأمر الأول أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق والأمر الثاني أن التوحيد هو أعظم الأعمال تكثيرا للذنوب أن التوحيد هو أعظم الأعمال تكثيرا للذنوب أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جمعت هذه الآية فضيلتين عظيمتين للتوحيد تدلان على مكانة التوحيد العظيمة ومنزلة العلية وهي أن التوحيد يوجب لصاحبه وأهله الأمن التام في الدنيا والآخرة والاهتداء الكامل إلى صراط الله المستقيم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قوله جل وعلا الذين آمنوا أي أخلصوا دينهم لله ووحدوا الله وأفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة ولم يتخذوا معه الأنداد والشركة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك اللبس الخلط لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك بل جعلوا توحيدهم ماذا صافيا نقيا لا تدخله شائبة الشرك لأن شائبة الشرك إذا دخلت أفسدت العمل وأحبطته وأبطلته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك هذا هو المعنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك المراد بالظلم هنا الشرك لأن الظلم مراتب أشنعها وأقبحها وأشدها ظلما الشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال الله جل وعلا والكافرون هم الظالمون أي الظالمون أشد الظلم وأعظمه وأفضعه ولما نزلت هذه الآية شق أمرها على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا أن المراد بالظلم ظلم النفس ظنوا أن المراد بالظلم ظلم النفس فشق ذلك عليه وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه من منا منا لم يظلم نفسه والآية رتب حصول الأمن والاهتداء على السلامة من الظلم فأينا لم يظلم نفسه وهذا أيضا من حرص الصحابة من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير ظنوا أن الظلم المشروط الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه ويكون المعنى بناء على هذا الظن أن من ظلم نفسه أي بالمعصية والذنب ماذا؟ لا أمن له ولا اهتداء بناء على هذا الظن الذي وجد عندهم رضي الله عنهم أرضاهم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم نفسه فقال عليه الصلاة والسلام ليس كما تقولون ليس كما تقولون ليس كما فهمتم من معنى الآية أن المراد بالظلم ظلم النفس ليس كما تقولون ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأبان عليه الصلاة والسلام أن الشرك المذكور هنا في هذه الآية هو الظن فيكون المعنى في الآية الذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا دينهم لله وأفردوه وحده بالعبادة ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم لله بظلم أي بشرك بالله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك بالله عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي لهم الأمن والاهتداء التامان في الدنيا والآخرة نعم قال رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا الحديث يعد من أجمع الأحاديث في باب التوحيد والعقائد من أجمع الأحاديث في باب التوحيد والعقائد يقول النوو رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المجتملة على العقايد وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المجتملة على العقايد قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه شهادة التوحيد وفيها الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وشهد هذه الكلمة من شهد تعني التكلم بلا إله إلا الله نطقا بها تعني التكلم بلا إله إلا الله نطقا بها يشهد أشهد أن لا إله إلا الله ينطق بهذه الشهادة وتتضمن العلم بالمعنى الذي شهد به المعنى الذي شهد به مثل ما قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون معنى ما شهدوا به ليس فقط ينطق لا إله إلا الله وهو لا يدري ماهي ولا يدري ما معناها ولا يدري ما حقيقتها بل ينطق بها الشهادة أن ينطق بها عالما بمعناها وما تدل عليه من التوحيد لله من التوحيد لله سبحانه وتعالى لأن لا إله إلا الله هي التوحيد لو قيل الإنسان ما التوحيد فقال التوحيد لا إله إلا الله توحيد لا إله إلا الله هذا هو التوحيد توحيد هو لا إله إلا الله لكن ليس التوحيد لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال ليس التوحيد لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال فقط توحيد حقيقة دلت عليها هذه الكلمة فمن شهد يشهد بها نطقا ويشهد بها علما بما دلت عليه من التوحيد لله عز وجل ويشهد بها تحقيقا لهذا التوحيد وقياما به وعملا بما دلت عليه من توحيدا لله أرأيتم لو أنه نطق بالشهادة ثم ذهب يدعو غير الله هل فعاله توافق شهادته شهادته لا يدل عليها واقعه العملي فما تنفع الشهادة حينئذ فما تنفع الشهادة حينئذ إذن الشهادة لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة التكلم بها عالما بمعناها عاملا بما تقتضيه لا بد من العلم بها ولا بد من العمل بما تقتضيه ولا بد أيضا من الصدق أن يقولها صدقا من قلبه أن يقولها صدقا من قلبه بالعلم بمعناها ينجو من طريقة النصارى النصارى يعملون بلا علم وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون الذين يظهرون ما لا يبطنون إذن لا بد في هذه الشهادة من العلم بها والعمل بما تقتضيه والصدق في قولها يكون صادقا في شهادته أي من قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة صدقا من قلبه اشترط عليه الصلاة والسلام فيها أن تكون صدقا من القلب من شهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا هو التوحيد نفي وإثبات التوحيد نفي وإثبات ليس التوحيد النفي وحده ولا التوحيد أيضا الإثبات وحده التوحيد نفي وإثبات لا يكون التوحيد إلا بهما معا نفي عام وإثبات خاص نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله كائنا من كان وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده إخلاصا للدين لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول ألا المسلمين وقوله وحده لا شريك له هذا اهتمام بالتوحيد وتأكيد لمدلوله لأن عرفنا أن لا إله إلا الله انتظمت ركنين هما حقيقة التوحيد النفي والإثبات فقوله وحده لا شريك له جاء تأكيد للإثبات والنفي الذي في التوحيد فقوله وحده تحقيق للإثبات إلا الله وقوله لا شريك له تحقيق للنفي في قوله لا إله وهذا التوحيد التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذه المسألة مهمة في لا إله إلا الله غاية الأهمية ولما كانت أهميتها وحاجة المسلم إلى أن يكون مستذكرا لها كل يوم جعل وردا ثابتا بعد الصلوات الخمس خمس مرات في اليوم استذكار للتوحيد ومدارسة له عقب كل صلاة مكتوبة تستذكر التوحيد تستذكر معنى تستذكر حقيقته وما دل عليه من الإخلاص لله لما تأتي بالمسنون عقب الصلاة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكاثر هذا الآن استذكار للتوحيد تتدارس مع نفسك التوحيد تجدد توحيدك تجدد إيمانك تجدد هذه المعاني التي لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها ولو قال لك يا قائل عرف لا إله إلا الله ما تحتاج أن تزيد على هذا الذي أنت تكرره كل يوم خمس مرات عقب الصلوات ما تحتاج زيادة عليه تعريف وافي كافي جامع لا نقص فيه من التهليلات الثلاثة التي ترددها دبر كل صلاة فإذا قيل ما معنى لا إله إلا الله من التهليلات الثلاثة نقول لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله هذا من التهليلات الثانية وحده لا شريك له هذا من التهليلات الأولى مخلصين له الدين هذا من التهليلات الثالثة التي نرددها دبر كل صلاة هذا التوحيد وهذا معنى لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا تكون مقبولة إلا بهذا لا تكون مقبولة إلا بهذا العلم بمعناها والعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص وأن يكون المرء صادقا من قلبه يقولها من قلبه ينطق بها قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله بصدق ويقين صادقا من قلبه يشهد موقنا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا قالوا ذلك بيقين عن اعتقاد ويقين لا تردد فيه ولا شك وشهد أن محمدا عبده ورسوله أي شهد هذه الشهادة بصدق ويقين وإذا شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة عن صدق ويقين فهذا يكتضي ماذا يكتضي الطاعة والاتباع والامتثال والإتساء بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نعم إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ما أرسل الله إلا ليطاع إذا قال أشهد أن محمد رسول الله صادقا من قلبه اقتضى ذلك ماذا أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بصفتين أشهد أن محمد عبده ورسوله ذكر بصفتين العبودية والرسالة العبودية والرسالة جمع بين هاتين الصفتين دفعا للإفراط والتفريط دفعا للغلو والجفاء من شهد أنه عبد الله من شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله فالعبد لا يعبد هذا في دفع الغلو هذا في دفع الغلو ومجاوزة الحد العبد لا يعبد من شهد أنه عبد الله العبد لا يعبد الذي يعبد الرب سبحانه وتعالى ومن سهد أنه رسول من عند الله فالرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع فإذا جمع بين هذين الوصفين دفعا للإفراط والتفريط دفعا للغلو والجفاء قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أي وشهد أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وأيضا جمع له بين هذين الوصفين العقودية والرسالة وفيهما دفعا للإفراط والتفريط دفعا للغلو والجفاء وكلمته ألقاها إلى مريم ما معنى وكلمته عيسى كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم يوضح لك ذلك الآية الكريمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم قال له كن فيكون إذن عيسى عليه السلام كان بالكلمة قال الله كن فكان ليس عيسى هو نفس الكلمة وإنما بالكلمة كان وإنما بالكلمة كان قال الله كن فيكون فهذا معنى ككلمته أي خلقه سبحانه وتعالى بالكلمة أوجده بالكلمة قال كن فكان فليس هو كن ليس عيسى هو كن ولكن بالكن كان ولكن بكلمة كن كان عليه السلام سمي كلمة لماذا سمي كلمة لماذا لأنه وجد بالكلمة لأنه وجد بالكلمة قال الله كن قال الله عز وجل كن كان كما أراد الله سبحانه وتعالى وكلمة ألقاها إلى مريم حيث أرسل سبحانه وتعالى جبريل إلى مريم فنفخ في درعها في جيبها فصار في بطنها بهذا النفخ حمل وهذا الحمل الذي كان انفردت به مريم من بين نساء العالمين أن وجد فيها هذا الحمل بدون وجود ذكر أو علاقة بذكر كما هو الشأن في كل حمل يكون لبنات لبنات آدم فخلقه من أنثى بلا ذكر خلقه من أنثى بلا ذكر وهذه آية من آيات الله العظيمة وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وروح منه أي روح من الأرواح المخلوقة روح منه ما يقال فيه من الله ما يقال فيه من الله إما أن يكون من الله وصف أو يكون من الله خلق فإذا كان الذي قيل فيه من الله معنا لا يقوم إلا بالموصوف فهذا من صفات الله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أي وصفا منه وصفا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه خلقا ما يخلط بينها وهنا روح منه أي روح من الأرواح المخلوقة روح منه أي من الأرواح المخلوقة التي خلقها سبحانه وتعالى واستنطقها وأخذ عليها الميثاق في قوله ألست بربكم قالوا بلى هذه من الأرواح من جملة هذه الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وشهد أن الجنة حق والنار حق وهذه مسألة مهمة جدا في الاعتقاد هذه مسألة جدا مهمة في الاعتقاد لأن عندنا عندنا عمل وثمرة لأن عمل وثمرة العمل للتوحيد والاتباع والثمرة هو الجنة والنجاة من النار الجنة هو النجاة من النار وشهد أن الجنة حق وأن النار حق أي شهد بالجنة وأنها مخلوقة وموجودة وأنها أعدت للمتقين وأيضا الإمام بكل ما ذكر في الكتاب والسنة من نعيم الجنة على التفصيل الذي جاء في كتاب الله والسنة نبي عليه الصلاة والسلام وشهد أن النار حق وأنها موجودة وأن الله عدها للكافرين مع الإمام بكل صفاتها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبي صلوات الله والسلام عليه أدخله الله الجنة من شهد هذه الشهادات التي جاء انتظم هذا الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي على ما فيه من صلاح أو نقص في الصلاح على ما كان من العمل يعني حتى لو كان عنده تقصير حتى لو كان عنده تقصير من كان من أهل التوحيد دخل الجنة حتى لو كان عنده تقصير أي بسبب ماذا المعاصي والذنوب ما مسك نفسه في باب الذنوب والمعاصي لكنه ممسك بالتوحيد ومحافظ على التوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني على ما كان فيه من قصور فهذا فيه أن حسنة التوحيد أعظم الحسنات أن حسنة التوحيد أعظم الحسنات وأن ترجح بجميع السيئات وأن ترجح بجميع السيئات فإنه يدخل صاحب التوحيد الجنة لكن الدخول لصاحب التوحيد الجنة على حالتين إما أن يكون من أهل التوحيد محققاً لتوحيده كما سيأتي معنا في باب تحقيق التوحيد فهذا يدخل بدون حساب ولا عدم وإما أن يكون موحداً لكنه عنده معاصي أنقصت مكانة التوحيد وأضعفت هذا الأمر فهذا تحت مسئة له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه فإنه لا يدخل وإن عذبه فإنه لا يخلد فيه النار فإنه لا يخلد في النار إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يساء قال رحمه الله ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا الحديث حديث عتبان رضي الله عنه يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار أي حرم عليه الدخول أن يدخل النار أن يدخلها هذا معنى حرم على النار أي أن يدخلها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لاحظ هنا ذكر قيدا قيدا لا ينال الفضل المذكور في الحديث إلا به من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فالتحريم بهذا القيد المذكور في الحديث يبتغي بذلك وجه الله فأن يقولها من قلبه حقيقة صادقا بها لا يبتغي بقولها إلا وجه الله وما عنده سبحانه وتعالى ومن قالها بهذا الوصف يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك لا بد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك وهذا الحديث يفيد ولهنا ظائر أن لا إله إلا الله جاءت مقيدة بشروط بضوابط جاءت مقيدة بشروط بضوابط لابد منها حتى يتحقق للعبد الانتفاع بثمارها وآثارها التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل لا إله إلا الله أهل التوحيد مثل هنا قال يبتغي بذلك وجه الله ومثل الحديث الذي في مسلم قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة ومثل الحديث الذي في المسند قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه ومثل الحديث الذي في الصحيح حديث عثمان قال من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله ذكر العلم وذكر اليقين وذكر الصدق وذكر الإخلاص أي الناس حق بشفاعته قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فذكرت هذه الشروط والقيود التي لا ينتفع العبد بلا إله إلا الله إلا إذا أتى بشروطها وضوابطها التي دل عليها الكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله عن أبي سعيد للخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصحها ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به علمني شيئا أذكرك وأدعوك به يعني أراد كلمة يكررها يكررها عليها السلام تكون جمعت بين أمرين جمعت بين أمرين الذكر والدعاء جمعت بين أمرين الذكر والدعاء أذكرك وأدعوك فطلب شيئا يعلمه الله إياه يكون جامعا بين هذين الأمرين ذكر ودعاء الذكر الثناء على الله والتمجيد والحمد والدعاء السؤال والطلب فأراد كلمة تجمع له ذلك شيئا يجمع ذلك علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا موسى قل لا إله إلا الله ما المعنى الآن نطلب ما هو شيئا أذكرك وأدعوك به هذا هو المطلوب قال قل لا إله إلا الله المعنى فإذا قلتها جمعت بين الأمرين إذا قلتها جمعت بين الأمرين دعوتني وأثنيت علي دعوتني وأثنيت علي لأن الذاكر لله الذاكر لله سبحانه وتعالى هو ذاكر لله بقلبه ولسانه وفي الوقت نفسه طالب لما عند الله راجي ما عند الله يذكر الله يرجو ما عند الله ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يومي عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا لا الملك ولا الحمد على كل شيء قدير هذا فيه هذا المعنى قال قال يا موسى قل لا إله إلا الله أي فإذا قلتها جمعت بين الأمرين جمعت بين الدعاء والثناء قال يا رب كل عبادك يقولون هذا كل عبادك يقولون هذا يعني وإنما أريد شيء تخصني به وإنما أريد شيء تخصني به من بين عموم العباد هذه كل عبادك يقولون هذا وقول موسى كل عبادك يقولون هذا هذا فيه دلالة على مكانة التوحيد وفضله العظيم وأن عباد الله هم أهل ماذا أهل قول لا إله الله حقيقة وعلما وعملا قال كل عبادك يقصد بعباده من الموحدين كل عبادك أي الموحدين يقولون هذا قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع لو أن السماوات السبع هنا تفكر أيضا في سعة السماوات وثخا كل سماء وكم بين كل سماء وسماء كما دلت على ذلك النصوص تفكر في ذلك قال لو أن السماوات السبع وعامرهن أي ما فيهن ما فيهن أي السماوات من العمار وكل سماء لها عمار من الملائكة يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر أو أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله إلا وفيه ملك ساجد لله والعمارة هنا عامرهن العمارة بماذا إنما يعمر مساجد الله من آمن العمارة بالإيمان والذكر والثناء على الله والتمجيد والتسبيح هذه العمارة هذه حقيقة العمارة عامرهن أي الملائكة عمارة السماء بالذكر لله يسبحون الليل والنهار لا يفتروا مثل ما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك لو أن السماوات السبع وعامرهن غير غير وهذا فيه علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأنه فوق سماواته علي على خلقه سبحانه والأراضين السبع وهذا فيه التنصيص على أن الأراضي سبع والله يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع هنا جاء تصريح في ذلك وجاء أيضا في أحاديث أخرى التصريح بأنها سبع الأراضين والأراضين السبع يعني السماوات السبع وعامرهن والأراضين السبع لو وضعت كل هذه الأشياء في كفة ولا إله إلا الله في كفة يعني أوتي بميزان وضعت السماوات والأراضين وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله مالت بهن لا إله إلا الله وهذا يدل على أمر عظيم ليت قلوبنا تعيه تماما أن لا إله إلا الله أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة ولهذا يحتاج العبد إلى لا إله إلا الله حاجة عظيمة ليثقل ميزانه يوم القيامة أثقل شيء في الميزان لا إله إلا الله والحديثة تكلم بعض أهل العلم فيه من حيث الإسناد من أجل رجل في سند الحديث وقال له أبو السمح دراجة بن سمعان يروي عن أبي العيثم فبعض أهل العلم يتكلم في الإسناد من هذه الجهة لكن ما قيل في الكلام في إسناده إلا أن هناك شواهد تشهد له شواهد تشهد له منها ما ثبت في المسند لإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله رجحت بهن لا إله إلا الله وأيضا يشهد له حديث البطاقة يشهد له حديث البطاقة المشهور فالحديث صحيح بما يوجد له من شواهد يعني إن لم يسلم سنده من الكلام لأن بعضها للعلم يمشي إسناده ومنهم ابن حبان والحاكم منها للعلم من يمشي إسناده لكن على القول بأن في سنده كلام فهناك ما يشهد من النصوص لصحته فهذا المعنى صحيح هذا المعنى المذكور في الحديث في فضل لا إله إلا الله معنى صحيح دل عليه هذا الحديث إن كان ثابتا ودل عليه هذا الحديث بشواهده إن لم يكن إسناده ثابت نعم المعنى المذكور في الحديث ثابت دل عليه هذا الحديث إن كان الحديث سنده ثابتا ومن أهل العلم من يصحح الحديث منهم أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله يصححه يصححه جماعة من أهل العلم لكن على فرض أن في سنده كلام فالحديث ثابت بماذا بالشواهد الحديث ثابت بالشواهد التي تشهد لثبوته وصحته الحاصل فيه هذا الفضل العظيم للا إله إلا الله قال مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت بهن فدل ذلك على عظم شأن هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله نعم قال رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا ثم أورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه وهو أجمع الأحاديث في موجبات المغفرة أجمع الأحاديث في موجبات المغفرة موجبات المغفرة عديدة لكن أهمها ثلاثة جمعت في الحديث جمعت في هذا الحديث لأن فيها ثلاث نداءات الحديث يا ابن آدم النداء الأول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت منك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فهذه ثلاثة أمور جمعها الحديث الدعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد والتوحيد هو أعظمها التوحيد هو أعظم موجبات الغفران وأعظم أسباب الغفران قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قراب الأرض ما معناه أي ملء الأرض خطايا كثيرة ملء الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يعني لأتيتك بملء الأرض مغفرة مغفرة وهذا فيها فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب مثل ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى من جاء بالتوحيد من جاء بالتوحيد ومع التوحيد خطايا كثيرة ذنوب من جاء بالتوحيد ومع التوحيد خطايا كثيرة هو ذنوب لقيه الله بقرابها مغفرة كما هو في الحديث ومن كمل توحيده من كمل توحيده وأخلصه لله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب أوجب ذلك ما قد سلف من الذنوب فهذا فيه فضل التوحيد وما فيه من التكفير للذنوب يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى سعة فضل الله قال فيه مسائل الأولى سعة فضل الله إن فضل الله سبحانه وتعالى واسع وهذا يدل عليه مواطن مما سبق من أهمها الحديث الأخير من أهمها الحديث الأخير وفيه يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فهذا فيه سعة فضل الله سبحانه وتعالى وسعة مغفرته نعم قال رحمه الله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله وهذا مستفاد من الحديث الذي تقدم في فضل لا إله الله وأن ترجح بالسماوات والسبع والأراضين ترجح بجميع المخلوقات كما تقدم في الحديث نعم قال رحمه الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب أي من مات على التوحيد موحدا لا يشرك بالله شيئا غفرت له ذنوبه غفرت له ذنوبه وقد تقدم في حديث أنس ما يدل على هذا المعنى نعم قال رحمه الله الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام تفسير الآية التي في سورة الأنعام التي بدأ بها ويقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومر معنا أن معناها والمراد بها الذين وحدوا الله أفردوا بالعبادة ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نعم قال رحمه الله الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه نعم تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة وقد مرت معنا هذه الخمس ومر معنا قول النووي رحمه الله عن هذا الحديث أنه من أجمع أو أجمع الأحاديث في الأحاديث المجتملة على العقائد قال رحمه الله السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين يقول السادسة أنك إذا جمعت بينه الضمير يعود على ماذا حديث عبادة ما ذكر في الحديث في الرقم الذي قبله في الرقم الذي قبله في الخامسة أنك إذا جمعت بينه أي حديث عبادة من شهد لا إله إلا الله وبين حديث عتبان رضي الله عنه حديث عتبان ماذا فيه يبتغي بذلك في هذا القيد يبتغي بذلك وجه الله والذي بعد حديث أنس أيضا فيه قيد لحصول المغفرة ما هو لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا فإذا جمعت بينه هذا الحديث حديث عبادة من شهد مع حديث عتبان مع حديث أنس حديث عتبان الذي فيه يبتغي بذلك وجه الله وحديث أنس الذي فيه لا تشرك بي شيئا تبين لك معنى لا إله إلا الله تبين لك معنى لا إله إلا الله وأنه ليس المراد بها التكلم بها فقط ليس المراد التكلم بها فقط بل لابد من العلم بمعناها والعمل بما تقتضيه من التوحيد والإفراد لله بالعبادة وترك السرك وتبين لك خطأ المغرورين تبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن لا إله إلا الله تكفي مجرد القول حتى لو ناقضها فعله حتى لو ناقضها فعله حتى لو كانت تفعاله مناقضة لا يظن أنها تكفي بمجرد القول قال رحمه الله السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان رضي الله عنه التنبيه على الشرط الذي في حديث عتبان قوله يبتغي بذلك وجه الله قال رحمه الله الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله نعم لأن الله عز وجل في الحديث أرشد موسى قال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال موسى كل عبادك يقولون ذلك فأرشده الله إلى فضلها بهذا الذي ذكر لو أن السماوات السبع إلى آخره نعم قال رحمه الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات لما تقدم معنا لمالت بهن لا إله إلا الله لمالت بهن لا إله إلا الله قال مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه السبب ماذا عدم التحقيق عدم التحقيق لهذه الكلمة في الظاهر والباطن وعدم العناية بالشروط والضوابط التي جاءت 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 لهذه الكلمة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله العاشرة النص نعم لقوله في الحديث المتقدم والأراضين السبع وهذا أيضا جاء في القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال رحمه الله الحادية عشرة أن لهن عمارا أن لهن عمارا أي السماوات وعامرهن كما جاء في الحديث وعامرهن غيري أن لهن عمارا والعمارة كما عرفنا العمارة بالذكر والإيمان والثنى والتمجيد لله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية نعم إثباتا للصفات خلافا للأشعرية أو خلافا للمعطلة عموما لأن هذه النصوص تضمنت إثبات جملة من الصفات مثلا في قوله يبتغي بذلك وجه الله ومثل قال قال يا موسى إثبات القول ونحو ذلك فجاءت في مواطن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى فنثبتها كما جاءت ونؤمن بها كما وردت نعم قال رحمه الله الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتمان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان نعم يعني الجمع بين النصوص هذا ملحظ مهم ينبع عليه الشير حتى تتحقق للمرء الفائدة ويتحقق له صحة الفهم للأحاديث فإذا يقول أنك إذا عرفت حديث أنس حديث أنس لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن المرأة ترك الشرك حديث فسر بعضها بعضا ما معنى يبتغي بذلك وجه الله أي مجانب للشرك مجانب للشرك كله ومبتعد عن الشرك كله فإذا عرفت حديث أنس حديث أنس فيها أن الخطايا لا تغفر إلا بماذا إلا باجتناب الشرك الخطايا لا تغفر إلا باجتناب الشرك عرفت أن التحريم المذكور في حديث عتبان ليس لمن قالها باللسان فقط وإنما قالها بترك للشرك وإفراد لله بالعبادة نعم قال رحمه الله الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عبديه ورسوليه نعم الجمع بينهما فيه كما تقدم دفع الإفراط والتفريط الغلو والجفاء قال رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله معرفة اختصاص عيسى بكون كلمة الله أي بالكلمة كان وكلمته ما معنى كلمة الله أي بالكلمة كان كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فعيسى يقال له الكلمة لأنه بالكلمة كان نعم قال رحمه الله السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه روحا منه أي من جملة الأرواح التي خلقها هذا المعنى لكن الإضافة هنا تقتضي تشريف تقتضي تشريف وإلا المراد بالروح أي الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار هذا يستفاد من حديث عبادة من جهتين هذا يستفاد من حديث عبادة من جهتين الجهة الأولى أن الإيمان بالجنة والنار قرن بالشهادتين فهذا يدل على فضل الإيمان بالجنة والنار قرن بالشهادتين والجهة الثانية أن هذا الإيمان بالجنة والنار جعل شرطا في دخول الجنة والنجاة من النار جعل شرطا في دخول الجنة والنجاة من النار قال رحمه الله الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل أعد الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل مر معنى المعنى أي حتى وإن كان عنده شيء من التقصير قال رحمه الله التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان لأنه لن نص على هذا في الحديث لو أن السماوات السبع والأرض ونوضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة فهذا فيه معرفة أن الميزان أي الذي ينصب يوم القيامة لوزن الأعمال له كفتان نام قال رحمه الله العشرون معرفة ذكر الوجه يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله ففي ذكر الوجه فنثبت الوجه صفة لله حقيقية تليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه سراطا مستقيما اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واخضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وقل بين قلوبنا واهدينا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك شدوى لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم